اوكي السلام عليكم طلاب اول شي قبل اشرح لكم هذا السلايد خلأ اشرح لكم في هذه النقطة معينة ريكم تفهمون الكنكتف تشو على شنو يحتوي اوكي ثم بعدها اجي اشرح هذا السلايد وراح تفهمونا اذا اشرحت راح شو يردوكم نجي نشوف هاي الصورة اوكي بهاي الصورة طبعا هذا بالنسبة هذا هو الكنكتف تشو اوكي احنا قبل كل شي نعرف الكنكتف تشو متكومة خلايا وبروتين فايبرز وقروند سوبستانس اوكي فخلنا نجي نشوف السيلز او الخلايا هاي الخلايا هاي مثل هاي اللي هنالا عدنا ميزة كايمول سيل اوكي هاي الخلايا اوكي اللي هي ميزة كايمول اعتقد خلايا الشبكية وهي تشان اللي تتميز بعدين او تتخصص بالشسمة اثناء الفترة الجنينية اللي اخذناها بالسادس تمام والمايكروفيجي اللي هي هاي خلايا ببلعمية تمام والاديبوسايت هي هاي الخلايا الدهنية وفي فايبرو بلاست هي هاي الارومة اللي فيها المتشان متفرعة او هاي اللي تتخصص وتكون لنا الياف هاي بالنسبة للخلايا هاي اول شي اعرفناها موجودة احنا موجودة خلايا شبكية او الميزة كايمول اللي هي خلايا شبكية اعتقد هي جسمها المهم احنا اخذناها بالسادس هي تتخصص بعدين يعني احد انواع الخلايا اللي تكون جنينية يعني اثناء فترة المرحلة الجنينية تتخصص وعندنا فايبرو بلاست الارومة اللي فيها وخلايا دهنية وخلايا بالعنوية اوكي هاي بالنسبة للخلايا نجي على الفايبرو بروتين فايبرز اللي هي الالياف لا شوفون هاي الاستيك فايبرز موجودة اهنا هاي كلاجين فايبرز اوكي هاي نفس الاحمر وهاي الارتوكولر فايبرز وانها هاي الارتوكولر اوكي هاي طرقه هي تشون فهاي هي الالياف موجودة هي تشون وموجودة خلايا وموجودة شغلة اسمها اصبح اصبح موجودة ISMAKROUND SUBSTANCE بكل بساطة هي شنو 그때ه فلود او السائل туمام watts هذا السائل الموجود التي يوجود فيها ب Shoalijk وفي الخلاياår pentase every involunt form نساب او اللي هي اللي احنا عرفناها تمام فالإكسترا سيرر الماتريكس متكون الميجروند سبستانس وبروتين فايبرز هاي يعني انا مود تفهمون بالتحديد وشوفون الصورة لانين فوق السرد يدوخ انا صراحة بالبداع ادخلت تاجيت اروح ابحث بمصادر هاي اللي قدرت افهم شين هو الإكسترا سيرر الماتريكس الإكسترا سيرر الماتريكس هسا انا راح اضيف ورقة اوكي ونجي بكل بساطة نشرح عليها تمام خلنا نجي نرسن اوكي هاي اعتبرو اوكي هاي اعتبروها اللي هي خلية تمام خلنا نحجي عليها اوكي طبعا بكل بساطة اكو هنا خلايا مثل ادنهاي مثل الميزوكاي متصير اوكي هاي اديبو سايت احنا هنا اه هنا خلنا نقول احنا موجودة اللي هي الفايبرو بلاست اوكي اوه هنا مثل موجودة قاعد خلنا نختار غير لون احنا موجودة اللي هي الجسمها خلنا نقول مثلا هاي اوكي اعفوا ثواني خلنا نقول مثلا هاي اللي هي جسمها الاستو بلاست اللي هي خلايا عظمية وهيد شي خلنا نجي نرسن فايبرز اوكي خلنا نجي نرسن فايبرز هذان يا فايبر تقولوا الجسمها تمام خلنا نفترض انه هاي هاي اه وهذا الازرق اه وهي الهنانة اللي هي اوكي هذان هي بنسبة للفايبرز وهذان هي بنسبة للخلايا بقى شي يعني خل اكتب هنا هنا هنالي هي السيل رسمناه هن الفايبرز رسمناه هن اوكي بقى نشي هنالي هي جراوند سبستانس سبستانس اوكي اللي هي وين هنالي بكل بساطة الجراوند سبستانس هو الفلود السائل اللي بين الخلايا وبين الفايبرز هذين هنالي فهذا موجود خل نجي نقول شين هو الاكسترا سيلر ماتريكس طبعا انا حدا باوع على النسيج من فوق ومقربينا كلش تفيدن باوع علي هذين الاثنين هن رح يكونن شي اسما اكسترا سيلر ماتريكس اللي هي تحتوي على وين ثواني خل احنا نرسم تحتوي على انتغرين هذين هنال انتغرين هنالي هي رسبتر او مستقبلات تربط خلية بخلية وتكونن ببساطة النسيج هاي احنا دا نباوع فوق النسيج اوكي خلني نجي نباوع يعني من جهة سكشن او جهة مقطعية اوكي اذا جينا من اخدنا سكشن فاش راح نشوف راح نشوف هنالا اوكي والثماني هنشوف بكل بساطة اللي هو هنالا اللي هي حيوانها اللي بثير يوم تشو اوكي بثير يوم تشو اكو هنالا مينة او او المقان اللي القاعدة اللي موجودة عليها اللي بثير يوم تشو واكو هنالا كونك تفتشو اوكي ثوان خلل ارسمه كونك تفتشو هذا كونك تفتشو يحتوي على هاي مركب هذا كله موجودة وين موجودة هنا اوكي وبكل بساطة الانتغرينز خلل ارسم لكم اياها وين هن راح ارسم هنا بهذا اللون بنفسجي اللي هنالا موجودات وين موجودات هنا هذين الانتغرينز شوفوها مسؤولات ان نقل الاشارات والتباضي والمواد والنقل يعني انه هنه ينقل ويربط الخلايا مع بعض يعني احنا نعرف انه اكو طبقة مثلا هنالا سكن اوكي احنا هنالا جلد هذا الاصفر جلد هنا ابيثيليوم اوكي وهنالا اللي هي القاعدة ما البيثيليوم وجوه كونكتف تشو اكو هنالا انتغرينز واكو هنالا سبستانس اللي هي الفلود اللي موجودة بيث سيل والكناكتف او الفايبرز خلجي ااخدها هنا ويثماني باكو تشو اوكي انسوا اه المهم اهم شي انتوا هنالا فهمتوا المكونات او النسيج الضام. فهمتوا شن هو اللي هي كانت بحتاج من اللي موجودة احنا وهي. اوكي? واللي تحتاج على وفهمتوا شن هو اللي هو الساء اللي موجودة بالفايبرز اه والسيل اوكي? وفهمتوا الخلايا وفهمتوا الفايبرز. هنا انا نكون يعني انا وضحت لكم فراح نرجع احناك ونشرح ونفهم. خل اول شي امسح هذا المياه. اوكي تمام. خلني نجي نكمل. فيقول لك. خلني جاهز. هاي اللي هيدروفيلك. انه هو يكون هيدروفيلك. محبل الماء يعني. التبادل الماء من خلال انتجرينو وهي تشي. يكون فيزغوز كومبليكس انه هو اللزج تمام. وايونيك. يحتوي على غلايكوز امين وغلايكان وبروتو غلايكان. هو طبعا سائل الفلوت بس اكيد يكون لزج ويحتوي على مواد سكرية ويحتوي على بروتينات وهو اشياء. ويحتوي على الملطقة تهزف غلايكو بروتينات. سكريات يعني متعددة وهي تشي. الهلامينيوم وفايبرو نيكتون واند اوهر. اوكي. اللي تتستابيلايز ال اي سي ام. اوكي قبشار سمناه ال اي سي ام. الاكسترا سير الماتريكس اللي بايند اللي تحتوي على رسبتر انتجرينز اللي فوق اللي شفناه بنفسي جيات. اللي راحش يسمون اللي موجودة على السيرفس اوف سيال and to the other matrix component. اللي تربط الماتريكس اللي هي القالمة او المكونات الاخرى مع الخلايا الاخرى اللي هي بالابيثيليوم مثلا. تمتاز انه هي تكون colorless وترانسبيرين شفافة وجيلايك تشبه الجلي. وجهة السيرل and fibers of connective tissue انبيد. اوكي. اقراون سبستانز تحتوي او تعتبر كلابريكانت. هو مثل ما اقول لكم غلافة. مثل ما اقول لكم انه هي موجودة دائر حول الفايبرز والخلايا. فاش راح تسوي راح تمنع invasion of tissue by foreign agent. انه المركبات او الاشياء الفورن الداخيلة راح تمنع حانو تدخل ال connective tissue يعني نفس الساعتوب لازم طبعا ground substance. or resist force وتقاوم القوة والجسمة. وعدنا الاحتكاك. اوكي. فرح تقاوم القوة والاحتكاك اللي يصير وكل جيسر بكل connective tissue على كلها وظيفة اللي هو ground substance. اللي هي تعمل كلابريكانت. تمام? هاي بنسبة ground substance. نجري الفايبرز. الفايبر شفتو هي تكون long طويلة و بروتين. انها عبارة طويلة ومتفرعة تكون على شكل بوليمرات. اوكي برزينت ديفرنت بروبر اه بروبورشن اوكي ان ديفرنتيب انواع مختلفة. اثري ماين تايب. تلاث انواع من البروتيوب اسمه الاسطين اوكي اقل لك البروتيوب يتوزع عن صورة غير متساوية بالتشو لها اهمية تبنوح او انواع التشو مثل احنا ما نعرف ان الفيبرز تكون مثل بالغض غريفة وهي اشياء اخذها بالسادس فهاي بالنسبة للفايبرز تعرف لي انواحن وتعرف لي هذا النيا منيان جايات اوكي نجي نشرحن هسه فرح تشوفون هنا انو اللاجين فايبرز are the dominant fiber الفايبرز الشععة موجوداته هواي بالconnective tissue فاللي اريدك تعرف انو كولاجين تطيه القوة to the connective tissue فاللي اريدك تعرف انو كولاجين تطيه القوة to the connective tissue الثقن مالتا منو هذا العاشرة micro longitudinal uh tration okay may be visible in the thicker fibers بالثicker fibers يعني هذا البابي كلام the globalization revolve that fibers are combined of thinner collagen fibers هذا يعني each of these fibers composed micro fibers يعني هاي out of no high fibers composed تحتوى على micro fiber olds انو تحتوى على fibers اصغر منها which are only visible using electron microscopy انو موجود يعني مثل ما انا اعرف انو الياف بها لويفات هذان هي اللويفات اللي يشوفها باللكترون ميكروسكوب انت هذا اهم شي يعني اعرف لي اعرف لي اعرف لي هذا هذا اللي ركزت عليك ديكتورة فارتكولار فايبرز انو هاي ارتكولار are very delicate انو هاي جدا دقيقة وتكوننها شبكة بدلا من تكون يعني تكون يعني ما تكون فيك بندل ما رح تكوننها شبكة سميكة لا رح تكوننها شبكة دقيقة ورفيئة اوكي انهما دائما ما نقدر نشوفهم بالهيستولوجيكالس سكشن بالمقاطع الهيستولوجية اوكي نستخدم صبغة معينة حتى نشوفها مثل السيلفر ستين سكشن رتكولار فايبرز حتى نشوفها نستخدم صبغة معينة حتى نشوفها وما نقدر نشوفها إلا نستخدم صبغة وهي تكون طويلة ورفيئة ومتفررة وثانا ثلاثة حسنا بحالة الطرية يعني يعني بحالتها الطرية تكون يلو صفراء لونها أصفر تكون يلو صفراء سهولة تنمط وتكون برانش تمام تحفظ الدكتوري حاطتها باللون الأحمر ميزة بينهم تحفظ يلو لكن تحفظ لون يبين أصفر للمركب إذا كانت نسبة كبيرة من الياف 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 يشعر مثل الياف بالرباطات بالفيرتبر الكولومب اللي هي الباطات الفيرتبر الكولومب فإذا سأل أين مكانها سألت الدكتورة فهذا هو مكانها البراطات الأخيرة نستخدم صبغة مميزة حتى نشوفها بال تشو سكشنز المعرفين 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 اللي هي أخير شيء تشجد علامة يتعضي من التجنيف للمنزل رحصة المنزل لطولة تطور غير أحتياد وعن بالثبر الأمسجة هذا الانسجة هذا ما يتعضي تشجد من الكثير من الألسطين مالفورمد أو مالفورمد لأن هذه الأنسجة أكون طفرة معينة وهي موجودة في غيكو بروتين فايبرلين سيؤثر على تطور أو نمو غير اعتيادي للألسطين أما يكون زيادة موجودة حتى يكون بشكل كبير أو يكون ما عنده شويونه هذا يكون موجودة الغطة العظام والرباطات والسيطة العظام واللينس والألسطين والجدرامة الأوعد الدموية تمام أنتواعون أنها هي ما سببها؟ والألسطين تضمن واللينسطين واللينسطين والألسطين 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 يكون دائماً أطوال هاي الأعراض أو شون نعرف أن هذا عنده والألسطين والألسطين والأقدام والألسطين والألسطين يكون وعف بالجدران مع الأبهر مالته فهذا بالنسبة ل مالتها وشون السبب والبيبو اللي عندهم مالتها مالتها وشون العراضة تطلع عليهم لنكون خلاصة مالتها كنت تفتشو بارت ون وشكراً لإستماعكم وشكراً